موسيقى استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارع ومروج تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سينا قامت عناصر حرص الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة حيث نجحت الحملة من اكتشاف وتدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبنجو والهايدرو المخدر موسيقى بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية وقد أصفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط 54 طن من نبات البنجو الجاف و280 كيلو جراما من بذور البنجو و245 كيلو جراما من بذور الخشخاش و114 طن من بذور البنجو و17 طن من الهايدرو الجاف و400 كيلو جرام من بذور الحشيش و481 فرشا للحشيش و306 كيلو جرامات من الحشيش المفروم و50 كيلو جراما من بذور الهايدرو المخدر و10 مصانع للحشيش بمجتملاته ومكبسين للحشيش و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة كما تم العثور على رشاش كلاشينكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة هذا وتواصل قوات حرص الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري اشتركوا في القناة